ترجمة نانسي قنقر الجامعة الأمريكية في بيروت مؤلف وكاتب ومن أبرز أعماله النقدية ومؤلفاته نقد النص أو هام النخبة أو النقد المثقف ومؤخراً للجهاد وآخرته ما بعد الأسلمة أرحب أيضاً بالأستاذ سعيد من سعيد العلوي عميد سابق لقرية الأداة في جامعة محمد الخامس في الرباط وقد نشر عدة كتب عن الفكر السياسي العربي والإسلامي القديم والمعاصر كما أن أستاذ سعيد بن سعيد العلوي هو مؤلف لخمس روايات أرحب الأستاذ محمد الجويلي دكتور من المعهد التطبيق للدراسات العلية في سوربون باري أستاذ تعليم عالي ومدير أبحاث فيما ندعوه علم دراسة الإنسانة والأنتروبولوجيا الثقافية في كلية الأداب جامعة مننوبة في تونس من أهم منشوراته أنتروبولوجيا الحكاية دراسة أنتروبولوجيا نفسية في حكايات شعبية تونسية أرحب الآن بالأستاذ جوزيف يعقوب أستاذ دراسات عليا شرفي أو فخري في الجامعة الكاثوليكية في اليوم حيث درس العلوم السياسية وكان أول من حصل على كرسي الأونسكو ذاكرة ثقافات وتفاعل ثقافي من أهم مؤلفاته من يتذكر وهو محتوى الكتاب يدور بشكل مختصر عن أحداث إبادات الإقليات الأشهرية الكلدانية والسريانية في البلدان العربية وأخيرا أحب أن أرحب بالأستاذة خيستيون لشون وهو عضم في أكاديمية العلوم لبلاد ما وراء البحار والمجتمع الآسيوي وقد عمل كملحق ثقافي في عدد بلدان وعدد بلدان عربية أيضا منها الجزائر، مصر، العراق، سوريا ولبنان وكان مستشارا سابقا لرئيس المدير معهد العالم العربي ومن ثم مدير دراسات في معهد دراسات العرية الأفريقية الأسيوية المعاصرة من أبرز مؤلفاته مسيحيو الشرق الأدنى ما بين العظمة والمحن سنبدأ مباشرة مع الأستاذ علي حر بلدي سيحدثنا عن الفكر الفلسفي العربي التحديات والرهنات وطبعا عفوا قبل بدء بالمحاضرات أحب أن أذكر المحاضرين والضيوف بالوقت، في زمن الوقت، ربع ساعة خمسة عشر دقيقة، ربع ساعة كاملة لكم تفضل أستاذ علي أنا كاتب ومهنتي الكتابة ومشتغل بالفلسفة ولذلك أعرف نفسي كفيلسوف ولكني في عملي واشتغالي لا أقتصر على الفكر العربي أو الإسلامي أو التراث الإسلامي فأنا أتحدث عن أفلطون وأرستو كما أتحدث عن الفراوي ومن خلدون وأتحدث عن ديكارتا وكانت وهيجل كما أتحدث عن هايدجر وفوكو وشومسكي إلى آخره لن يقتصر كلامي على الفلاسفة العرب المحترفين هناك مؤرخون وعلماء اجتماع تحدثوا عن نفس القضايا التي تحدث عنها الفلاسفة وأخصهم بالذكر العروي صاحب الذي افتتح النقد الإديولوجي العربي المعاصر كذلك كلامي ليس من باب التحقيب لمراحل الفكر العربي المراحل التي اجتازها الفكر العربي في الثلاثين سنة الأخيرة لأنه يصعب أن نقدم مقاربة من هذا القصوص تحقيبا وتراكبا ربما هذه المقاربة لا تصح إلا في حالة واحدة هي المغرب حيث في المغرب هناك خمس موجات فكرية من الحباب الشخصاني إلى العروي الذي افتتح النقد الإديولوجي إلى الجابري نقد العقل إلى عودة إلى الأصولي مع طه عبد الرحمن وأخيرا هناك كتاب أحرار ليسوا أصحاب مشاريع كزميلنا الدكتور سعيد بن سعيد أو آخرين لذلك أنا استحدث عن أعلام برزوا في الآوينة الأخيرة سواء في المشرق كصادق جل العظم وطيب تزيني وحسن حنفي أو في المغرب كالجابري وأركون والجعيط مداخلتي مكتوبة في نص كما طلب منها في خمسة عشر صفحة ولا يمكن أن ألخصها وأخشى أن أشويها وأمسخها في مدى ربع ساعة ماذا أريد أن أقول ما هي أطروحتي أطروحتي أن المفكرين الفلاسف العرب لم يستطيعوا أن يخرجوا على العالم بجديد لكي يعني يمارسوا حضورهم على ساحة الفكر كما فعل العرب في الرواية في الشعر في الخياطة الرفيعة في العمارة في السينما حتى الفلاسفة المقيمين في فرنسا والحاملين لجنسيتها أو المقيمين فيها كانوا يكتبون وعقولهم الإديولوجية مشدودة إلى العالم وعقولهم وقلوبهم مشدودة إلى العالم العربي ما هي ما السبب الذي حال دون يعني بعد كل هذه المحاولات منذ لنقل يعني من منذ الإديولوجية العربية المعاصرة للجابري إلى نقد العقل عند أركون أو عند أو نقد الهزيمة عند صادق جال العظم ما الذي حال هناك عوائق خمس أو ست عوائق أحاول أن ألقصها أختزلها بسرعة العائق الأول هو عائق منهجي العائق الأول هو منهجي بعض الفلاسفة العرب ضنوا أن مشكلة العقل هي تأتي من خارج مشكلته مع السلطات أما السياسية أو الدينية أنا برأيي هذه مشكلة برانية خارجية مشكلة العقل مع نفسه مع بداياته الخادعة مع أنصاقه المغلقة مع عاداته المستهلكة أو مقولاته المستهلكة ومن هنا فإن العقل يعني لا ينفك فيما هو ينتج معارف لا ينفك عن إنتاج آلياته المعقولة أو التستر على ممارساته المعتماتي هذا التحليل هو يعني الدليل على ذلك هو أن المعارف والعلوم دوما في تطور تحت تأثير الأزمات والتحولات تقضع للنقد لتجديد العدة الفكرية أتصل من ذلك إلى العائق الثاني العائق الثاني هو العائق الوجودي ماذا يعني بالعائق الوجودي؟ القصور المعرفي القصور المعرفي لدى الفلاسفة أنفسهم ما هو التنوير؟ التنوير هو أن تخرج من قصورك وتكسر الوصايتها على عقلك على عقلك وتمارس حريتك في التفكير هذا هو التنوير وطبعا نضيف على ما قاله كونت أن التنوير هو جرأة على استخدام العقل لا لا يكفي الجرأة على استخدام العقل هناك الجد الفكري أن نخضع العقل للتحليلي والتفكيك من أجل يعني الوصول إلى مكمن الأزمة يعني التي يعاني منها هذا الفرع المعرفي أو ذاك الكثير من المثقفين العرب تعاملوا مع شعارات الحديثة المشروع الحديثة التنويري تعاملوا معها كما يتعامل الأصول مع أقانيمه بنفس يعني اشتغلوا بعبادة تعلقوا بالشعارات الحديثة التقدم التنوير العقلانية الحداثة إلى آخره تعاملوا معها بعقل قاصر فيما الفلسفة هي أن يكسر الواحد الوصاية على عقله ليس فقط تجاه السلطات الدينية بل تجاه السلطات الفلسفية المهيمنة الفلسفة دائماً بيكون في أسماء مهيمنة طاغية وهذه الأسماء يعني تمارس تقريباً على العقل سلطة تحول بينه وبين أن ينتج معرفة أن يفهم ويشخص الأزمة بشكل جديد أحد أصدقائنا اشتغل بفكر ما بعد الحداثة فترة من الزمن ثم عاد تائباً توبته المستحيل ليقول لا 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 نحتاج إلى فوكو ودرزاوات نحتاج إلى ديكارت ولذلك أقول هؤلاء كلهم تحولوا إلى ضهين صورات فكرية إنهم يريدون لنا أن نتخيل مستقبلنا كماضي أوروبا منذ ثلاثة قرون ولكن لا يمكن اليوم نحن في ضوء الأزمات أن نفكر بعقلانية ديكارت البسيطة أو نفكر بالعقل المهد لا يوجد العقل المهد في هذا العقل هو أرضه هو آلياته هو يعني شروط وجوده المحصوصة العقل هو أين هو العقل أنا أفكر بجسدي أفكر بكل ملكاتي وحواسي حتى عندما أقول لا أستطيع أن أطقن الحديث عندما لا يكون هناك مكتب مع أني الآن تجوازت ذلك ربما فهذا العقل الوجودي أننا لا ينبغي لا يشدر لا يليق خليني أقول لا يليق بنا أن نتخلى عن عيننا النقدية خاصة في زمن متسارع متحول زمن يعني متشابك لا يستطيع الأشياء تتجدد يعني في ظرف سنوات ليس في ظرف خمسين سنة أو مئة سنة العقل الثالث العقل التقدمي هو اعتبرنا يعني اعتبر البعض أننا علينا أن نجتاز ما اجتازته أوروبا هذه مبدأ التقدم أن أوروبا كان شعار التقدم يعني تجوزت البشرية كلها صارت أوروبا هي مركز يعني المركز والمرجع والمقياس يعني في الحكم على الأشياء بعض العرب اعتقد أنه نحن لا يمكن أن نصبح حديثين إلا إذا قطعنا نفس المراحل التي قطعتها أوروبا وهذا حتى أركون الذي هو منخرط في فلسفة ما بعد الحداثة منخرط فيها كان يقول علينا أن نجتاز الحداثة شبران شبران وأنا برأيي هذا أمر مستحيل أن نعود إلى الوراء المشروع الحديثي هو في أزمة في أوروبا نفسها أزمة يعني لن نطيل الحديث عنها لأنه أصبحت معلومة للجميع سواء على الصعيد المعيشة أو على الصعيد الديمقراطية التمثيلية التي أصبحت ديمقراطية بداية ساذجة ديمقراطية الأربع سنوات أصبحنا في الديمقراطية الميديائية اليوم حتى فكرة التقدم البشرية تتقدم وتتأخر في نفس الوقت كيف نفسر أن فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية مرت في عقود ثلاثة مجيدة لترانت غلوريوز بينما الآن تراجعت على الصعيد المعيش على الصعيد الأمني أيضا تراجعت فرنسا كثيرا فيما يخص قيام الديمقراطية والجمهورية والعلمانية إذا يعني الموجات الأصولية والسلفية أو العنصرية واليمينية المحافظة التنوير التنوير مبدأه يعني أصبح التنوير كنا على التنوير ساذج المهم أن العائق التقدمي يخذ مثال قد يصدم الوعظ وأستسمح زميلي مدير المعهد الدكتور معجب الزهراني الذي تحدث عن العروي وأنا أتيت من العروي أو من حنفي أو من صدر العام أو من أركون أو من أدونيس ولكني لست نسخة عنهم تجاوزتهم يعني فالعروي مثلا قال أنه مشكلتنا أنه في عقليني أنجزة الغرب يجب أن ينبغي علينا أن ننجزها أنا أرأيي لا يمكن أن ننجزها هي نفسها بالعكس يمكن إذا لا ننجز وننخر بالحداثة ننطور هذه الصغة وأعطيكم مثال ماذا فعل العروي بابن خالدون تعامل معه بمنطقة بحسب مبدأ التقدم من خلال الثنائية الأعلى والأدنى البسيطة والمعقد الناقص والغين قال ماذا كان ينقص ابن خالدون لكي يصبح مثل ماكيا فيلي أو هيجل أو كونت أو ماركس أنا رأيي أن ابن خالدون لم يكن ينقصه شيء إطلاقا لقد ابتكر فرعا معرفيا باعتراف طويمبي واعتراف آخرين ابتكر فرع معرفي وإن كان ابن خالدون يمكن ما قفوا السلبة من الفلسفة معروف ولكن ابن خالدون شغل عقله بطريقة مبتكرة استثنائية في المجتمع البشري أنتج يعني نص وعمل يستشد به الآخرون في الشرق والغرب نحن الذين ينقصنا أن نقرأ ابن خالدون وسواه من العلماء الماضين الذين على اختلافهن حتى الغزال كان مبتكرا وإن كان لنا اعتراض عليه كلهم كانوا مبتكرين كلهم في حقله نحن الذين ينقصنا أن نجدد العد الفكري أن نبتكر مفاهيم خارقة من دون مسبقات إديولوجية أو هويتية وأصل هنا إلى المأزق العارق العائق الأنتروبولوجي تغليب الاعتبارات الدينية والقومية على الاعتبارات على المشاغل المعرفية معروف الحديث عن عقل عربي وعقل شرقي وعقل إسمائرمي وعقل غربي يعني هذا يعودنا ليس فقط إلى ما قبل كونت وديكارت يعودنا إلى ما قبل إبن رشد لأن العقل لا هوية له أي أن كان المعطى الذي يشتغل عليه العقل المعطى لا يكون إلا خاصا المعطى لا يكون إلا خاصا ولكن ما ينتجه العامل في ميدان الفلسفية أو علم الاجتماع أو علم الإقصاد ينتج مفهوما خارقا للحواجز وهذا ما لم نستطع أن نفعله من العوائق أيضا هنا لنأخذ مثلا قصة الإسلام والغرب أنا برأي هذه استهلكت استهلكت مضى علينا قرنان نقارع الغرب فإذا بنا نستنجد به اليوم لكي يفصل بيننا والأحرى القول لكي يؤلب بعضنا على بعض بعد أكثر من قرنان أتى الغرب طبعا أتى ليس كمستعمرا أفدنا منه عاد عودته المرعبة عودته المدمرة والبربرية كما عاد الدين عودته المرعبة والمظلمة فثناية الإسلام والغرب ماذا تعني بالنسبة للفيلسوف كل واحد يدافع عن هويته أنا أدافع عن هويتي ولكن عندما أصدم بمشكلة عندما تصبح هويتي مصدرا لمأزقي ماذا أفعل أخضع أخضع يعني أشغل عقلي أخضع مفهوم الهوية للدرس والتحليل لأكشف مكاما يعني أين هو العطل أين هو الخلل أين هي الآفة وطبعا هذا موضوع كتير مهم كيف يمكن من كان يتخيل في العالم العربي في الستينات من القرن المنصر أن يغرق العالم العربي ويتمزق في حروبه الأهلية ثناية الإسلام والغرب الأنا والآخر على المستوى الفلسفي أصبحت ليس فقط قد تهل تستوينا أصبحت يعني موسيئة ومضرة يعني كما نجدها لنأخذ مثلا يعني عند أهل الاستغراب تصور في ناس يعني طرحوا الاستغراب مقابل الاستشراك أصلا الاستشراك كعلم يعني انتهى أضعف علوم الغرب لم يكن أحد يقول كلمة مستشرق نقول اليوم مستعرق ولذلك أنا أعتبر أنه علم الاستغراب أو أسلمة المعارف والعلوم أو الرد على الغرب برد حضاري القول بأنه الغرب يعني الحضارة الغربية هلأ حسب الدورات وصلت إلى نهايتها وستحل محلها الحضارة الإسلامية معنى الحضارة الإسلامية كالحضارة المسيحية والحضارة الهندية والحضارة كل هذه الحضارات ولا زمنها بقي من الحضارة الإسلامية الثقافة العدوانية المغلقة الأصولية التي تنتج التطرف والعنف فهذا عائق كبير العائق الهوياتي والذلك اعتبر انا الهوية يعني ممكن لدى الساسة والدعاة وغيرهم يهتموا بالهوية كل الناس بتهتم بهوية دفعنا بس الذين يشتغلون في ميادين المعرفة عليهم ان يقدموا معارفة تشخص تحسن التشخيص تشخيص العلة وليس الدفاع قد يدافعون عندما وقف سارتر يوزع المناشير في عهد ديغول اثناء يمكن ثورة 62 قالوا لي ديغول احبسه احبس سارتر قالوا لا يستطيع ان اسجن فولتير كذلك الامر بالنسبة لغيره لفوكو هؤلاء الذين كانوا يقودون يعني لهم مواقف نضالية كانوا يحترمون لقاماتهم الفكرية والمعرفية ليس فقط لأنهم كانوا يناضلون يعني اذا لم يكن وراءه فوكو مثلا اعطانا عمل خارق حول السجن ومفهومنا للسلطة قبل ما يوقف وينادي بإصلاح السجون العاقل الأصولي العاقل الأصولي كمان معروف يعني العاقل الأصولي نجده يعني لدى المرزوقي أو لدى طه عبد الرحمن وأعطي مثال طه عبد الرحمن طه عبد الرحمن أراد أن يترجم أنا أفكر إذن أنا موجود نقول الديكارت طه عبد الرحمن أراد أن يترجم ترجمة أصولية بحيث لحتى تنجم مع المجال التداولي العربي لغة وعقيدة حتى لو اقتضى الأمر محو النص وبالفعل لقد محى النص الأصلي الديكارت ترجم أنا إذن أنا أفكر إذا أنا موجود ترجمها بقوله انظر تجد مثال حكمي يعني لغة النص هو هو يقول لك وهذه هي الأصولية إنها الاستقصال معنا الدكتور طه عبد الرحمن أجده هذا قلب سليم لا يؤذي نملة لا يؤذي نملة ولكن على الصعيد الفكري الأصولية هي الاستقصال هذا التعريف لها سواء عدل هناك العائق النخبوي وهي أن الفلسفة العربية عندما تحدثوا عن النتاج العقلي في العالم العربي اقتصر أمرهم عادة على العلوم والمعارف ربما تحدث الجبري عن العقل السياسي العربي استثناء العقل السياسي مع أنه الجبري كان يستبعد نقط العقل الليهوتي طبعا الفلسفة تنفت على الحياة ليس فقط لا تتغذى فقط من تاريخها ومن تتغذى من الانفتاح على الحياة ويعني في العالم الغربي فتحت الفلسفة على كل أصناف على السينما الشعر الجنون إلى آخره هذا العائق النخبوي ماذا أريد أن أقول من كل ذلك مدام كان بقي ليه بقي لشاء أنا برأيي حتى اختزل أهم أمر هو مفهومنا للحقيقة كان مفهوم معيق جدا جدا لقد اعتبرنا أن الحقيقة هي القبض على الواقع تعاملنا مع الحقيقة والمعرفة بمنطق المماهات والقبض والثبات واليقين فحصدنا ما حصدناه من فشل في إنتاج لم يظهر على العالم عربي واحد بفكرة بمنهج بحقل بطيار جديد لأنه مفهومنا للحقيقة وحتى إذا قرنت مع القدامى صحيح أن القدامى كانوا مؤمنون بأن هناك نص هو لا يناقش نقبض من خلاله هي الحقيقة المطلقة ولكن العربة ماذا فعلوا العلماء كلهم سواء كانوا فقهاء أم مفسرين أم علماء كلام فليسفي أم لاهوتين أم فليسفي أعملوا في هذا النص بالطول والعرض والعمق تأويلا وتفكيكا حتى هذا النص عمل على المستوى المعرفي بمنتهى الانتهاك حتى هذا ما يفسر الإنتاج ليس وإذا كان العالم اليوم ينتقل من أزمة الحداثة إلى ما بعدها الحداثة وينتقل من أزمة العلمنا إلى ما بعدها ومن أزمة الحقيقة إلى ما بعدها لأن الحقيقة ليست قبض الحقيقة قدرتنا على خلق الوقائع قدرتنا على خلق الوقائع إذن ما ينقص هو حسب تحليل التعامل إتقان لغة الخلق والفتح والتحول في هذا المجال أو ذاك لكي نسهم في بناء مجتمعات عربية ليس فقط كنخب لأنه دور النخب التنوير النخبوي انتهى أمره نحن عاملون أنا بعتبر حالي عاملون كادح في 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 عملي فإلى سوف أوه كادح أشتغل يعني عشرة أو أحيان خمسة عشر ساعة في النهار قراءة وكتابة غيري وما أنتجه من أفكار يحتاج إلى ما تدوى له الآخرون من رجال أعمال أو ساسة يعني يحتاج إلى إبداع لكي يتحول على أرض الواقع إلى نموذج تنوي أو إلى إجراء وشكرا على الإطالة شكرا سننتقل الآن إلى الأستاذ سعيدة بن سعيدة العلوي الذي سيحدثنا عن النسقية والنقدية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر شكرا سيدتي بالنسبة لموضوعي أقول ما يلي الفكر الفلسفي العربي في المغرب لا يمكن أن يفهم إلا في إطار عام هو الفكر العربي المعاصر أقصد بذلك أنني أقصي كل حديث عن خصوصية وعن تميز شخصيا أحب أن أتحدث عن تلوينات محلية ديكولوراسيون لوكال هناك تلوينات محلية ميزت الفكر المغربي عوى عناصل لا أدخل فيها هذه نقطة أولى نقطة ثانية أن الفكر العربي المعاصر انشغل منذ ما يعتبر بداية الله وهو تلاتينات القرن التاسع عشر إلى الآن بقضية محورية بإشكالية لا يزال يدور حولها وهي إشكالية الحادثة والتحييد والتحديد كيف ندخل للأزمنة الحادثة دخولا فعليا وليس من باب القول قدمت في هذا الصدد أجوبة كثيرة اختلفت باختلاف الذي يتساءل هل ينتعلق من موقع كذا أو من موقع كذا حتى لا أدخل في تصنيفات نقطة ثالثة أود أن أقولها أن الفكر الفلسفية في العالم العربي المعاصر شأنه شأن الفكر الفلسفي عموما بمعنى أنه تنطبق عليه كلمة أحد أساتيدياتنا وشيوخنا الذي نحضر لهم وهو هيكل عندما قال الفلسفة هي طائر المينيرفا الذي يغرد عند نهاية اليوم الفكر الفلسفي بطبيعته فكر متأخر في الظهور والفكر العربي المعاصر لم يكن من الممكن أن نتحدث فيه عن فلسفة أو تفلسف إلا منذ عشرينات القرن الماضي ربما أول شخصين سيرتبط به ذكر الفلسفة والتفلسف بالمعنى الحديث للكلمة وطاحسين عندما رجع من باريس متأثراً بديكارت وبمنهجية الشكل المنهجي وبهذا الدرس هذه هي ثلاثة مقدمات ضرورية للحديث بالنسبة لي أود أن أضيف ما يمكن اعتباره توطئة باختصار شديد وهو أن الفكر الفلسفي العربي المعاصر عرف تيارات متعددة على العموم يمكن أن نقسمها كما فعلت في ورقتي في تقصيمين كبيرين ثلاثفة اتجه إلى بناء النسق عندما أقول بناء النسق بمعنى الفلسفة النسقيين كالفلسفة النسقيين الذين نعرف مثل أريستو وسبينوزا وكانت وهيغل على الأقل هناك فلسفة أبدو حماسة إن لم يكن لبناء النسق للإنخراط في نسق من الأنسق وفي الاتباء إليه أذكر على سبيل بسرعة مثلاً عبد الرحمن بدوي محاولته إقامة وجودية بالمعنى الذي يتكون في الوجودية نسق وهذا متعدل مستحيل أذكر محمد عزيز الحبابي وروني حابشا في محاولة إقامة ما سمى ذلك الوقت بلوبرسوناليزم فلسفة شخصانية أذكر زاكي نجيب محمود إلى حد ما في محاولة اتباعه للفلسفة الوضعية المنطقية ثم هناك فلاسفة حاولوا أن يدخلوا الدرس الفلسفي في قراءاتهم مثلاً عثمان أمين حاول أن يصغى فلسفة ديكارتي تحت عنوان الجوانية ولكن حاول أن ينشر الدرس ديكارتي أبو ريدا لا أعدد الأسماء المهم أنهم فلاسفة حاولوا الاستفادة مما أخذوه في فرنسا وفي بريطانيا لا أبعث من ذكر مثال آخر محمود قاسم مثلاً أتى لفرنسا في الوقت الذي أتى فيه كانت هيمنة لتلامذة إيميل ديوركايم فهو أخذ هذا الدرس وحاول أن يقرأ به الفلسفة الإسلامية ثم هناك في مقابلهم فلاسفة أحرار بمعنى بونسور ليبر فكروا على هامش الفلسفة أو استغلال الدرس الفلسفي والقائمة هنا طويلة ويعني المروحات التسع أغلب هؤلاء الفلسفة حاولوا أن يستغلوا التراث الفلسفي وما أفدوه من المنهجية العلمية المعاصرة في قراءة التراث العربي الإسلامي حسن حنفي عنده يدخل في هذه الزمرة محمد عبد الجابري يدخل في هذه المجموعة وآخرون يمكن أن أضيف بكل تأكيد عبد الله العروي فيلسوف في كتبه المفاهيمية ولكن باعتباره أفاد من الفكر السياسي وأفاد من الفلسفة السياسية وأفاد من فلسفة التاريخ هذا كلهم إلى حد ما فكروا في داخل النصق أو في اقتراب من الأنصق لكن في المقابل هناك فلسفة كثيرون فكروا بعيداً عن النصق والتنصيق والنصقية في مثال المغرب وإذا قلت المغرب أو كرر ما كانت تكلم له على خصوصية مميزة وعلى ذلك يعني كنموذج كأنني أقول حالة المغرب لوكا دي ماروك في ورقتي أتيت بنمودجين اثنين عندي يمثلان الاتجاهين أفضل ما يكون التمثيل لا بالنسبة للمغرب فقط بالنسبة للعالم العربي أولهما هو طه عبد الرحمن وتانيهما هو عبد السلام بن عبد العلي سأحول باختصار شديد في دقائق ولو أن المهمة صعبة أن أقول كلمة طه عبد الرحمن فيلسوف لغة وعالم منطق ومهموم بالقضية الأخلاقية الإشكال الأول عنده هو ضبط العلاقة الروحية بين الدين وبين السياسة وهو نقد للحادثة لا يتسع للوقت وإن كان هذا هم جدا بالنسبة للطهق يدي اللغة خاصة ولغة خاصة به جديدة على الأدن العربية كي يستعمل كلمة الإنوجاد والعروج والدهرانية وغير ذلك لا يستطيع أن ندخل في هذا الأمر المهم أنه حاول أن يقيم نصق أن نسمعه بالفلسفة الإئتمانية إذا التاسع على الوقت نرجع لهذا في المناقشة وخاصة لضبط العلاقة بين الدين وبين السياسة عبد السلام بن عبد العلي فيلسوف أطاها كيف كرف الأفق كما قلت ديال فلسفة اللغة ودى المنطق وعنده حضور قوي وإيكان غير معلن للفلسفة التي يسمى نيتش لباتيسور دو سيستان بونات الأنصاق واضح أن الحضور الخافي كيين ديال أريستو وسبينوزا وليبنيتس وهيقل إلى حد دماء إن كان لا يحبه ولا يذكره إطلاقاً عبد السلام بن عبد العلي يفكر في أفق آخر الصح دير اسماء فلسفة كرموز حتى نعرف ما تفكر الأفق لا يفكر فيه من هم الفلسفة اللي حاضرين عنده غادي القو نيتش هايدغير جيل دولوز غادي القو فلسفة مش فلسفة بشكل بباشير جورج باطاي بلونشو رولون بارت وروائيين ميلون كونديرا حاضر عنده غيستاف لوفير حاضر عنده بقوة قلقوا موسيقيين أيضاً إنه عشق الموسيقى حتى عنوين كتبه بعيدة عن نصق النصقية عنوين كتبه مثلاً غادي تقع عنده كتاب اسمه الفلسفة فنة للعيش بوب فيلوزوفي سيميولوجيا الحياة اليومية لأن رولون بارت حاضر عنده وحاضر بقوة فهو يرصد الفلسفة في جوانب من الحياة اليومية فلسفة فلسفة طاها تقوم على التنسيق والبناء وعلى الوصل بلغة طاها ما يذهب إليه عبدالسلا بن عبدالعلي يقوم على الفصل وعلى الابتعاد على النصقية وعلى التفكير بطريقة مغيرا وعلى الاهتمام بقضايا الحياة اليومية قضية الربيع العربي حاضر عنده مجتمع الذي نعيش فيه يسميه مع القائلين بأنه مجتمع الفرجاء عندما يتحدث عن وسائل الاتصال يتطرح سؤال تقول هل نحن نسخر وسائل الاتصال أما أن وسائل الاتصال هي التي تسخرنا في الواقع يهتم مثلا بأبرماس وبالقضية ديال التواصل يولي هذا الأمر أهمية كبيرة ما أريد أن أختتم به في محاولة جامعة نحن إذن بين اتجاهين واحد للبناء والتنصيق نسبة التنصيق والآخر للتفكيك والتحليل والتقويض بالمعنى الإيجابي نحن أمام هم واحد مشترك بين طه عبد الرحمن وبين عبد السلام بن عبد العلي وهو هم الحادثة والتحديد فقط كل يفهمها بكيفية وكل يفهمها على نوع كل يريد الابتعاد من العمل السياسي بشكل مشكل مباشر ويتحدث عن المقاومة فقط وهذا لن يختتم طه عبد الرحمن يرسم ما ينتهي به الأمر للأسف لا يوجد وقت المناقش منك نقرأ العلاقة التي يريدها طه عبد الرحمن أن تكون بين الدين والفلسفة نأتي إلى ما أسميه بروحانة العمل السياسي صوف نتو إذا صحت هذه العبارة يعني أن أفلاطون في جمهوريته يبدو مغرق في المادية أن الفرابي عندما يتحدث عن المدينة الفاضلة والرئيس الفاضل يبدو منغارقا بدوره في الجسمانيات وفي الأمور المادية هو يريد لرجل الدولة حتى يمارس ما يسميه هو التدبر وليس التسيد يريد له أن ينقل باطنه الروحي للعمل الفلسفي فإذا نحن العمل السياسي نحن أمام نظرتين للسياسة تعتبر كل السياسة تسيد وتطغية وإفساد وابتعادا يعني عن العبادة في معناها الحقيقي إقفال للباب في وجهها النتيجة تكون خطيرة في رأيه سنقولها أول مرة سنقولها في أفنية الأمور الأزمة التي يقع فيها رجل طيب من طه عبد الرحمن أنه يصبح مادة يسيرة سهلة للذين ينتقدونهم وهم الإسلاميون أصحاب الإسلام السياسي فيرفعون رايته عاليا لأنه يخدم قضيتهم في خمسة مستويات أو أربعة على الأقل لمستوى الأول أن أتوقف شكرا 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 الأستاذ زينب أود فقط في البداية نعبر عن سعادتي بوجودي في محل العالم العربي وأشكر كرسي هذا المحل الذي استضافني ونعود إلى باريس بعد ربع قرن لأحاضر فيها في الحقيقة في الحقيقة أنا أعود إلى الزعيم لأنني كتبت كتاب سنة وصدر في تونس في المؤسسة الوطنية للبحث العلمي بعنوان الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي ومن حصن حظي في تلك الفترة كنت شابا يعني في الثلاثين سنة النظام السياسي فهم يعني أن الكتاب ممكن لربما يساعده على مهاجم مقاومة يعني الأخوان المسلمين الذين كانوا سبب له متاعب كبيرة في ذلك الوقت ولكن الكتاب من يقرأ المقدمة كان نتيجة الحرقة التي أصابتني يعني بعد غزو العراق العراق إلى الكويت سنة 91 والمقدمة مقدمة الكتاب واضحا إذن استغرق تأليفي لهذا الكتاب سنة 91 السنة الجامعية بعد اجتياح العراق للكويت ورأى النور كما قلت سنة 92 عندما كتبته لم يكن الوضع في تونس فقدت هو أشاغلي وإنما تجاوز ذلك إلى العالم العربي برمته الذي شهد أن ذاك انقساما كبيرا نتيجة تبعات غزو الكويت ولقد انخرط العديد من المثقفين التونسيين وفي المغرب العربي وفي مصر وفي بلاد الشام في هذا الصراع وساند صدام حسين في هذا الخيار مساندة عمية مطلقة تخلو من أي حس استراتيجي ونقدي من شأنه أن يجنب العراق وسدام نفسه من الخطر المحدق بهما كنت أشعر حين ذاك في قرارة نفسي وفي ذلك الصيف يعني صيف على ما أذكر تسعين أو واحد تسعين أنه ثمت أمر خطيرا سيحدث سيحدث وأن ولع الجماهير العربية بما في ذلك في المغرب الكبير بشخصية رئيس دولة صدام أو غيره أمر يدعو إلى الفزع والتحرك على عجل ليس سياسيا فقط وإنما فكريا وفلسفيا وأنتروبولوجيا لفهم ثقافة تمثل تربة خصبة للاستبداد والديكتاتورية كنت أشعر بأن العيب في الحقيقة ليس في صدام فقط الذي هو ضحية كذلك لنظام الاستبداد نشأ وترعرع فيه ولا فزعيما آخر من زعماء العرب الذين جاءوا على ظهور الدبابات أو بانتخابات مزيفة ولا حتى أولئك الذين جاءت بهم حركات التحرر الوطني من الاستعمار مثل بورقيبة مثلا عندنا في تونس وإنما في ثقافتنا التي تحظن على شكل منفط للانتباه البويضات التي تفرح الدكتاتوريين من الزعمات ذهلت لبعض الصور التي نسجتها لصدام حسين الثقافة الشعبية في تونس وفي بعض المناطق الأخرى من العالم العربي ليس في الجزائر والمغرب ومريطانيا فقط وإنما كذلك في الأردن وفلسطين وبلاد الشام صحيح أن هذه الشعوب مقهورة ومقموعة وفقيرة وترابي أم أعينها كيف يمكن أن استباح أي بلد عربي وتستعمر أراضيه في غياب دولا وحكومات قوية تستطيع الزودة عن أراضيها ومواطنها وهذا ما يفسر تعلقها أنذاك بصدام الذي رأت فيه واهمة أنه يمكن أن ينقذها من الضياع ويعود إليها كرمتها المهدورة وأن يقودها نحو الحرية والنعيطاق وتبعاً لذلك فهي على استهداد وهي تغرق أن تتعلق حتى بقشة معتقدة أنه بإمكانها أن توصلها إلى شاطر الأمان وقد لا نرموها على ذلك إذا كانت نخبتها المثقفة أو على القل جزءاً من لا يستهان منها تعتقد ما تعتقده أي تنظر إلى الواقع والتاريخ بمنظار عامتها ما وقع للعراق بعد ذلك ولسدام نفسه لسنا في حاجة إلى تذكير به فالكل يعرفه أما ما ينبغي استعادته من الفكر العربي ومزيد البحث فيه هو علاقة ثقافتنا بالاستبداد أي استعدادنا الثقافي لإنتاج الدكتاتورية وعبادة الشخصية والتعلق برأس الدولة والتعلق الطفل بتلابيب أبيه وهو ما يضره ويضرنا وقد رأينا منذ بضعة سنوات كذلك زعيماً آخر عربياً عاش محنة صدام حسين مندداً مثله بالحرب الصليبية عليه مردداً تقريباً بالحرف الواحد ما ردده قبله بسنوات بأنه مستعد للموت والشهادة وهو الجذافي كما تعلمون وترون ماذا وقع في ليبيا وما يقع فيه الآن من خراب ودمار قلت ذهلت في تلك السنة واحترت والحيرة وهي الدافع الأول للمعرفة لتفشي صورة في الثقافة الشعبية التونسية وفي بعض البلدان العربية الأخرى لاقت كبولاً لدى قطاع عريض من المثقفين بين الظفرين أولنا كل المتعلمين وهو ما زاد في حيرتي ودفعني إلى التأملي والتفكير أذكر أنني شهدت غير بصدق رسماً في جريدة يومية تونسية رسماً لصدام حسين يمطط سهوة جواد أبيض يهم بدخول القدس قيل أنه تجسيد لحلم شيخ من شيخ الدين في فلسطين كما أذكر جيد شعرة قيل أنها موجودة في ثنايا صورة البقرة في مصاحف القرآن الكريم تثبت الصفة الخارقة لصدام حسين في استعادة لواعية بالطبع للأيوب صلاح الدين مع إعادة تشكيل الصورة ليصير صدام وكأنه المهدي المنتظر يعود بعد غيبته إلى الأرض ليأملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جور هذه الصورة نشرتها صحيفة تونسية في تلك الفترة ونسبتها إلى حلم من أحلام أحد الشيوخ أنهمك البعض بما في ذلك أساتثة ومعلمون وأطباء ومهندسون في البحث عن هذه الشعرة أتذكر أنني كنت في المكتب الوطنية في تونس وشاهدت العديد من الباحثين يبحثون في القرآن عن الشعرة هذه التي تقول أنه سيأتي رجل في يوم من الأيام صدام حسين لو ذكر لذلك الشخص الآخر لو ربما لكذبته لكن هذا رأيته بعيني كيف كان يفتح المصحف يومياً للبحث عن هذه الشعرة ودع البعض منهم أنه وجدها والبعض الآخر أنه رأاه ولكنه لم يستطع لهرهافته الخارقة أن يمسكها بإصبعيه وشعة علاوة على ذلك وصرى خبر الحمل الذي ولد ومكتوباً على بطنه وعلى بطنه اسم صدام ونسخت صورة لهذا الحمل في نفس الصحيفة التونسية التي إلى حد الآن أكثر من الصحف شعبية في تونس لا أريد أن نذكر يعني اسم الصحيفة حتى لأنها لا داعي لنذكرها ونسخت صورة هذا الحمل في صحيفة يومية قلت لما عد أستحظ لداعي لذكرها لم تكن في الحقيقة حروف الصاد والدال والميم واضحة على بطنه وإنما هي عبارة عن خطوط مبهمة قد تكون نتجت عن ولادة العسيرة ومن الواضح أن ربط صدام بالحمل والولادة هو إدغاماً له في الطبيعة بحيث لم يعد يستمد شرعيته السياسية من الحيوان الناتق وإنما كذلك من الحيوان الأبكة اسمه الذي يتردد على كل اللسان في تلك السنوات لم يعدوش في الغليل فكان لابد من أن يكتب بحبر خارق لا يمحى على بطن حيوان وليس أي حيوان وإنما هو حمل غداً سيتحول إلى كبش فحل يجدد القطيع العربي وينميه ويبدو لي أن الصورة هي إعادة لصورة قديمة جداً لأن سكان شمال أفريقيا كانوا يعبدون الكبش يعني قبل ديانات التوحيدية هذا فقط دقيقتين ما يقال على صدام حسين كذلك يقال عن بورجيبة في السنوات الأخيرة عادت أسطورة بورجيبة يعني المنقذ من الظهر ولكن حقيقة أن النخبة المثقفة وفضاء البرجيبة على تونس كثيرة حقيقة لا يمكن أن نفيه التعليم والصح وأنا كغيري من معظم أبناء تونس الآن أستاذ جامعي لو لم يكن هناك بورجيبة في تلك الفترة من أبناء الطبقات الشعبية والفقراء ما كان لنا أن نصل إلى الدراسة الجامعية لكن بورجيبة له عيب كبير جداً ونحن لا نستطيع أن نسامحه فيه كمثقفين في تونس والبعض مننا من النخبة التونسية يريد أن يسمحوا في ذلك لكن هذا الخطأ الكبير هو أنه لم يتنازل على السلطة في فترة من معينة وزميله سنغور وصديقه جاء خصيصاً من ذكار لينصحه بالتنازل عن السلطة ويعني التخلي عنها لسالح الجيل الجديد ولكنه رفض رفضاً قاطعاً ولذلك نحن نعاني إذن الوقت لم يسمح لي أن نعمق أكثر لربما هذه الأفكار أما أريد أن أختم فقط بأن أقول فيما يتعلق بالزعامة ومن خلال هذا الكتاب ودراستي في الدكتوراه واهتمامي بقضية الزعامة وقضية المخيال العربي الإسلامي وفي الحقيقة عندما ذكرت صدام يعني عندما طرحت الأستاذ المرحوم محمد الكون قال لماذا لم تشتغل على الزعامة العربية المعاصرة في يوم نقشتي لأطروحة الدكتوراه وكان هو مقرر قلت له لو نقشت حول صدام وبرقيمة لغير ذلك لا الضريبة كانت غالية ولا أدخل الجامعة التونسية لأن الجامعة التونسية ترفض أن نشتغل على الزعامة معاصرين ولذلك هربت إلى علي ومعاوية لك بطريقة أخرى غير التي ترقها بها هشام جعير المفكر التونسي الذي سيكرمه المحد العالم العربي الأسبوع القادم في تونس ما أقوله وهذه وتهمته في فترة مفترات يعني بأنني محافظ ورجعي هو أن الزعامات التقليدية في العالم العربي هي أضمن من الزعامات الجديدة بما يسمى في الجمهوريات أي الانقلابات العسكرية وهالزعماء الثوريين حقيقة نتائجهم كانت خراب وخراب كبير جداً في العالم العربي بمفال ما في ذلك أكثرهم وعياً وتطوراً كذلك الزعامات التقليدية ثبتت أكثر لأن الثقافة العربية الإسلامية أو الشعوب العربية قابلة لمثل هذه الزعامات التقليدية وذلك عندما ذهبت إلى المغرب منذ سنوات في فاس وجدتوا الشباب المغربي أنني محجب كثيراً بما يسمى بثورة تونس إلى غذائي قلت لهم أهدأوا الأفضل بالنسبة إليكم أن لا تغامروا من مغامرات تأتيكم بجنرال في الجريش يعني أمي أو بشخص كما جاءنا نحن في تونس بن علي وورثنا هذا الخراب الذي نعيشه نحن نعيش الآن نحن كبيراً في تونس والناس يعتقدون أن تونس إلى غذائي فالأفضل أن تهدأوا يعني وأن تحافظوا على ما هو منجز وأن التغيير يأتي يعني يعني على مرة تاريخ ولا بد من فعل ثقافي عميق هذا الذي يقوم به الأستاذ علي حرب والذي يقول به أستاذ محمد شحرور بطرق مختلفة وهو الضامن للحقيقة تغيير الثقافي مهم جداً قبل تغيير السياسي هذا ما أريد أن أقوله وشكراً جزيلاً لكم عفواً على قصر الوقت وأنتقل إلى الأستاذ جوزيف يعقوب الذي سيحدثنا عن إحياء وتجديد التراث والثقافة السريانية خلال الثلاثين سنة الماضية شكراً شكراً السيدة الرئيسة حضرة المستمعين الكرام السلام عليكم كما ذكر مداخلتي تتعلق بتجديد التراث والثقافة السريانية خلال الثلاثين سنة الأخيرة نظراً أنني سأتكلم حول هذا التراث أسمحوا لي قبل كل شيء أن أحييكم باللغة السريانية التي هي لغة الأم مع العذر للمترجمين قبل أن أبدأ بإعطائكم النقاط الرئيسية من مداخلتي التي كتبتها باللغة الفرنسية أريد أن أقول أن هذه المداخلة حول التراث السرياني قريبة وبعيدة في نفس الحين من الفكر العربي هي قريبة نظراً للعلاقة الوثيقة بين اللغة والحضارة العربيتين واللغة والحضارة السريانية وفي نفس الحين هي بعيدة للأسباب التالية أن هناك ما أسميه الذات السريانية هناك ذات سريانية تختلف عن الذات العربية بخصوصياتها ومميزاتها التي سأتكلم عنها خلال 15 دقيقة نشاهد اليوم حركة فكرية لغوية ثقافية لا مثيلة لها حول التراث السرياني في الشرق الأوسط في الشرق العربي خاصة في العراق وسوريا ولبنان وفي بلاد الاختراب هذه النهضة السريانية تتزامن أيضاً مع النهضة العربية ومن الممكن أن نشرحها بعتة أسباب من بينها هناك منذ عام 1970 يقضى سريانية شاهدناها مطولاً في لبنان وتركز على أهمية التراث السرياني والثقافة السريانية التي عمرها يناهز أكثر من ألفين عام تكلمنا حضرة الأخوان المؤتمرين تكلموا عن الفلسفة العربية ذكر اسم الفرابي مثلاً الفرابي أساتذته في الفلسفة هم سريان من بينهم يحيى ابن عدي في بغداد المترجمين الكبار الذين ترجموا الفكر اليوناني ونقلوه إلى العرب هم السريان خاصة في بيت الحكمة في بغداد في بيت الحكمة أيام الخليفة المأمون الذي أسس بيت الحكمة كان هناك أكثر من مئة مترجم وأكثرية هؤلاء المترجمين كانوا سريان وعلى رأسهم حنين بن إصحاق حنين بن إصحاق سرياني مسيحي عضو في الكنيسة النصورية يحيى ابن عدي هو مسيحي ينتمي إلى الكنيسة الياخوبية حنين بن إصحاق ترجم التراث اليوناني ترجم أريستوطاليس ترجم غاليانوس في ميدان العلوم الفلسفية والطب ترجم إبوكراتيس وبالإمكان ذكر عدة كتاب وعدة ترجمات وتأويل للترجمات وتأويل لها في اللغة السريانية اليوم في هذه الفترة التاريخية الأخيرة من الممكن التركيز على النقاط التالية أولا الكتابات حول التاريخ وفهم التاريخ وتأويل التاريخ والعودة إلى ابن العبري الذي كان سريانيا مسيحيا ينتمي إلى الكنيسة الياخوبية الذي كتب عدة كتب من بينها تاريخ الأزمنة فهناك اليوم عودة إلى هذه الكتابات ومن جهتي ساهمت في هذه الكتابات ومن الضروري اليوم العودة إليهم لأنهم يركزون على وحدة واستمرارية التاريخ في المنطقة أي أن التاريخ لم يبدأ في القرن السابع مع أهميته هذا التاريخ المنطقة يعود إلى أكثر من خمسة ألاف سنة والمسيحية فيها مسيحية تاريخية ليست مسيحية آتية من الغرب هذه نحية ممّة جدا وأريد أن أركز عليها لأن هناك بين الأفكار السائدة أن المسيحية أتت إلى الشرق عن طريق المبشرين الغربين هذا خطأ تاريخي نحن مسيحيين منذ 2000 سنة وعلاقتنا وعلاقة السريان بالعرب منذ القرن السابع كانت عراقة وثيقة أكثر مما نتصور فهذه ناحية الناحية الأخرى على السعيد اللغوي وعلى السعيد الفيلولوجي هناك كتابات عديدة صدرت من مجمع اللغة العربية في دمشق ومن مجمع اللغة العربية في بغداد حول العلاقة الوثيقة بين اللغة السريانية واللغة العربية هناك كلمات عربية عديدة ليس بالإمكان فهمها وإدراكها إلا منعود إلى اللغة اللغة السريانية وحنين بن أصحاق الذي ذكرته أدخل كلمات ومصطلحات فلسفية كلمة فلسفة ترجم عن طريق السريانية في السريانية نقول البيلسفوتا فدور السريان كان مهم جدا في هذا الميزان وكذلك في ميادين القواميص والمعاجم والموسوعات الكاتب السرياني المسيحي العراقي في القرن العاشر حسن بن بهلول كتب موسوعة حول اللغة السريانية وعلاقتها أيضا باللغة العربية واللغة اليونانية في ثلاثة مجلدات نشرها في فرنسا ريبانز ديوال الأستاذ السابق في كوليج دي فرنس وهناك دور نشر عديدة دور نشر الرهة الرهة هي أورفة اليوم في تركيا أورفة كانت مركز سرياني لا مثيل له ومسيحي أسسها مطران الكنيسة السريانية الأوتودوكسية في حلب وسماها دار دار نشر الرهة التي نشرت كتابات عديدة وضخمة حول التراث السرياني في عدة ميادين الفلسفية اللهوتية القانونية والعلاقة أيضا باللغة العربية في بغداد اليوم تصدر عدة مجلات من بينها بين النهرين تصدر باللغة العربية ولكنها مجلة سريانية عربية مجلة الفكر المسيحي مجلة نجم الكلدان هناك مغلطة فطرياركيتو المجلة الفطرياركية تصدر في دمشق وفي هذه المجلات من الممكن كتابة أطروحات وأطروحات حول التراث السرياني والعلاقة بين التراث السرياني والتراث العربي فبكلمتين باختصار باختصار منهم السريان السريان شعب دين وثقافة وحضارة هم شعب يعيشون في هذه المنطقة منذ ثلاث ألاف أربعة ألاف سنة في المنطقة ولديهم مميزات خاصة تقربهم وتميزهم عن العرب لديهم تراث ديني عريق جدا في جميع ميادين المعرفة وتراث مدني أيضا كتبوا الكثير عن الدولة المدنية وعن علاقة الدين بالسياسة واليوم في بلاد الاختراب نشهد تجديد لهذا التراث ولهذه الحضارة للأسف وقتي لا يسمح لي أن أذهب أبعد من ذلك وشكرا جزيلا لإصغائكم وأخيرا مع الأستاذ كريستيان لشو الذي سيحدث عن المسيحيو الشرق الأدنى التعايش والثقافة الإسلامية المسيحية شكرا شكرا سيدات الرئيثة سيادتي وسادتي هذا الشرف كبير طبعا أننا كنا شارك بهذه الندوة اليوم أنا اشتغلت في مهاد العالم العربي ب 1885 قبل ما صار المعرض هنا فطبعا هذا لي عبرة كبيرة جدا وأرى أنه العالم العربي مهد العالم العربي هو دائما كمن الرؤاد بالنسبة للثقافة العربية والثقافة العالمية خاصة دائما دائما معجاب هذا المعرض على المسيحيين الشرق كما تعرف سار يوجد تقريبا ميو خمسين الف زائر لهذا المعرض ف كما قال الدكتور يوسف يحوب هو العالم الكبير عن الموضوع يوجد يوجد كما قال الدكتور محمد شحرور عندما كان يتكلم عن القرنين القرنين التنوير الثامن والتاسع تأثير كبير من الحركات من التيار المسيحي هذا مهم جدا لأنه دائما نتذكر من هذا صار يوجد في معد العالم العربي معرض ب 2001 عن الإقونات المشهور في العالم المسيحي العربي ولكن كما قال الدكتور يوسف التأثير من المسيحيين من المفاكرين المسيحيين كان كبير تحت الأماويين تحت العباسيين عندما شاركوا بالعمل الترجمة بالنسبة الفلسفة اليونانية وبعدين تحت الأتراك تحت الأثمانيين المسيحيين فتحوا عدد كبير من مدارس بالمناطق العربية في العالم العثماني مثلاً في لبنان بسوريا بمصر فتحوا مدارس التي كانت مفتوحة أيضاً للجمهور المسيحيين وللتلاميذ المسلمين عندما كنت درس في جميع الأظهر في القاهرة في كلية البنات كانت طليبتي كلها متخرجة من ماذا نسمي في مصر مدرس اللغة يعني مدرسة دينية مسيحية فيها كانت في السبعينات كانت رحبات بعد فرنسية أجنبية وطبعاً مصرية والسورية ولبنانية ولكن إذا الدكتور معجب تسمح لي وسيدة ريسة أريد تحول إلى اللغة الفرنسية بالنسبة أريد أتذكر ماذا كتب بجاردات الفيغارو الشعر الكبير صلاح ستتية الشعر النطق باللغة الفرنسية صلاح ستتية السفير السابق للبنان في اليونسكو قد نشر مرافعة مثيرة مدافعة عن المواطن العرب المسيحيين في جريدة فيغارو في 6.3.2005 وقال المسيحيون هم في ديارهم في هذا العالم عربي وأنا أرجوهم وأنا على أركع أمامهم بأن لا يهدروا ماذا سيحصل بنا نحن المسلمين بدونهم بدون وجودهم الذي كان لشعوب هذه المنطقة مرادفاً لتقدم على كافة المستويات لابد أن يكون هذا الحوار شراكة بين المسلمين والمسيحيين وإن تواجد اليوم لشخصيتين كبريين معتدتاء تدين على العمل مع المسيحيين المسيحيين وأذكر الدكتور حمد شحور ودول الدكتور علي حرب الذين يمثلان شوهر ما هو موجود في لبنان هذا التعايش العظيم الاستثنائي وأعتقد أن هذا بغية الأهمية أن يكون معهد العالم العربي قد أدعاهما لهذا الحلقة بالنسبة للتعايش هناك تقارب بين الأديات في العالم العربي وإن أحداث ساحة تحريك في الظاهر عام 2011 قد شاهد إذن تظاهر المسلمين والأقباط جانب إلى جانب ولكن الحرب في سوريا أدى إلى معارك عرقية بين العرب والأكراد والعلويين والمسيحيين وهذا هو الشيء نفسها أيضا في العراق حيث أن المجتمع المدني قد تجزدأ لقد شاهدت في بغداد في شهر لسان أبريل 2017 أي السنة الماضية إلى جلسة للمجلس الأعلى للجامع للأديان الذي يتضمن جامعيين الشيشيين والسنة ومسيحيين والسبيين ويزديين وكان أيضا بعض البهائيين فيهم وكان يحضر فيه ثلاث الممثلين عن المجلس والرئاسة الجمهورية وهو كما تعرفون كردي سني في العراق رئيس هذا المجلس الأعلى الأستاذ سعاد سلوم كتب كتاب عن تاريخ مسيحي العراق وقد نشر ذلك في بغداد في عام 2013 وفي بغداد عام 2016 ديبلوماسية عراقية السيدة مها السماوي قد قدمت طروحة بارعة مخصصة للتعليم الكاتوليكي في العراق ونتيجة لذلك كان هناك تخارق بين الثقافات أدى إلى تسامح أكبر وإلى شركة أكبر للمسؤوليات السياسية وشهادات عن شخصيات مسلمة من كافة أدحى البلد التي طالبت هذه المساواة بين المواطنين وسوف نذكر بعد الأمثلة حديثة العهد في مصر نحن نعلم أن فارق فارق وهو صحافي قد اغتيل في شهر ستة 1993 بعد أن قد أعلن في صحيفة مصرية أن الإسلام ديني فقط وليس سياسي ولقد شهد وقد شارك خمسين ألف شخص في دفنهم وكذلك كاتب المقال المسمى بفؤاد زكريا كتب بأن تهجب على الإسلاميين وهم الذين يؤولون الكتاب المقدس والذين تلعبون بالحقوق وكذلك كتب الأستاذ ناصر أبو زين من جامعة القاهرة نقط للخطاب الديني وقال أن قراءة القرآن الحالية هي قراءة سياسية وهي قراءة أفسدها أفسدتها السلطات القائمة ولابد بأن اتخال لبعد تاريخي وإسطمولوجي للتأويل القرآني أما مؤلف كتاب بناية يارخوبيان فقد شارك في تظاهرات ساحة تحرير أما في لبنان كما جاء عن دكتور علي حرب لبنان هو دائما على رأس الحركات الإنسانية حسين ويمكن أن نذكر علي فارس وحسين موهي وصمين خسير وعطوان سارة وبشار منسة وجورج خورما أو غسان سلامي الذي كتب ديمقراطية بدون ديمقراطية والذي كان قد ترأس في معهد العالم العربي ندوى عن الطابقة وشزاف ميلا الذي أنشأ قسم الأديان في الوزارة الفرنسية لشؤون الخارجية وفي 25 مارس أذر 2009 مجلس الوزارة اللبناني أصدق قرار بأن عيد البشارة يكون عيد للمسلم المسيحي وفي عام 2015 شيوخ المفتي في اللبنان والأردن حد وقع وثيقة لإنشاء مرصد للتعايش صحيح أن في لبنان التلاميذ والطلاب من كافة الطوائف هم يدرسون في المؤسسات الدينية الكاتوليكية وغيرها في المغرب المؤرخ عبدالله العروي في كتابه الإسلام والحداثة يبين أن دولة الإسلامية بجوهرها لم تتواجد أبدا ومحمد أرشي أيضا يستخدم التحقيقات الميدانية لتحليل الوصولية المجتمعية التي يؤولون القرآن وأسكر أيضا محمد جابري وعبدالعنساري وكان هذا كتابه في مجالة نوال في 4-7-2003 مقال يدعو به إلى استخدام الديمقراطية وفي 26-27 يناير 2016 جاءت أعلان المراكش في المغرب الذي يدعو إلى بغوزي طيار اجتماعي يعطي المكان للأقليات الدينية وكذلك الأستاذ أمينيك أفون قد كتب عن ذلك في ودرس ودرس عن ذلك في معهد دراسان العليا وهذا الفياسوف كان دوما يتكلم ويدلي آيات قرآنية ليعرف على كل هذه الموضوع وأيضا السيد محمد شرفي الذي يقول أن قراءة القرآن هي مهمة ومع جوزيف ميلا كتب من منهاتا إلى بغداد هذا الكتاب الذي بإمكاننا أن نقرأه ونتفهمه بسهولة وختاما إننا نعتقد جميعا إننا نفكر جميعا نعطي أهمية كبيرة ونخاف أيضا مما سيحصل في مرحلة ما بعد لاعش ولكن وجود الأساتذة اليوم الحاضرون في معهد العالم العربي يبين ويبرهن أن الجواب قد أعطي شكرا 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 للجميع شكرا 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 شكرا